أحسن الله لكم السائلة قضيرة الشيخ تقول في سؤال لها عن حكم قول في التشهد الأخير اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبري وفتنة القبري وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال اللهم ثبتنا عند السؤال وذكرنا الشهادة يا الله وهدنا على الصراط المستقيم وحسن الختام هل نقول ذلك في كل صلاة أم مرة واحدة وليجوز العبارات التي ذكرتها في آخر هذا الدعاء أما عن الاستعاذ بالله من الأربع أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال فهذا صح به الدليل وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله استعيذ بالله من أربع وذكر هذه الأشياء فهذا مستحب في كل صلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وأما بقية الدعاء الذي ذكرته السائلة فلا مانع منه لأن معناه صحيح والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد دعاء التشاهد قال ثم ليختر من الدعاء أعجبه إليه ليختار من الدعاء أعجبه إليه ولا يداوم على دعاء إلا ما ورد به الدليل أما ما لم يرد به دليل فإنه يدعو تارة بهذا وتارة بهذا حسب حاجته وحسب ما يحضره شكراً للمشاهد شكراً للمشاهد